في الإسلام عند الحديث عن الصلاة على النبي فهذا يعني القول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وفي أي وقت خلال اليوم ولكن وزارة الأوقاف المصرية أثارت الجدل مؤخرا بإعلان تخصيص وقت للصلاة على النبي بعد الانتهاء من صلاة الجمعة في جميع مساجد البلاد والمصريون انقسموا بين مؤيد ومعارض وزارة الأوقاف حثت على تخصيص ما بين ثلاث إلى خمس دقائق بعد الانتهاء من صلاة الجمعة للصلاة على النبي لكنها لم تعلن عن السبب وراء الدعوة إلى هذه الحملة وحددت أيضا صيغة الصلاة على النبي وهي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بعد القرار حث ناشطنا على مواقع التواصل لمقاطعة تنفيذه وترك المسجد فور انتهاء الصلاة بينما أيد القرار آخرون مثلا هنا سعيد عبد الرحيم يقول بنصلي على الرسول في كل وقت وهي المشكلة أنتوا ليه حددتوا وقت وزمان معين وكمان تكون جهرية إلا إذا عايزين تشوفوا الناس تقول نعم وحاضر وبس زي الجيش قبل كده منعتها الصلاة على النبي لأي حد يكتبها على سيارته غرامة 500 جنيه ودلوقتي عايزين الناس تصلي بالأمر أما حسين فيقول لما نقولك أن تخصيص وقت معين يجتمع فيه الناس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة فده مش معناه أن الصلاة على النبي بدعة إنما تخصيص وقت للصلاة عليه بشكل جماعي هو البدعة أبو أحمد يتساءل على تويتر هل صليت على النبي اليوم؟ ولم استني الخمس دقايق بتوع الأوقاف؟ أيضا مشاهدين الإعلامي إبراهيم عيسى ظهر في برنامجه حديث القاهرة ليتساءل ما معنى أن يصدر قرار بالصلاة على النبي؟ وهل هناك وقت محدد لذلك؟ لكن قرار حكومي بالصلاة على النبي دي مسألة برضو محتاجة دهشة هل الصلاة على النبي في حاجة إلى قرار رسمي حكومي؟ ثم ليه يوم الجمعة الجاية؟ ليه مش اللي بعدها؟ ليه مش الجمعة اللي فاتت؟ ليه مش كل جمعة؟ ليه مش الهتين وخمسين أسبوع؟ طيب أصل ذكر الله ثم الصلاة على النبي أمر يعني ميزان حسناتنا طب ومش معنى يوم الجمعة وميزان حسناتنا طول وقت؟ وليه بشكل جماعي؟ بعد الجدل دخلت دار الإفتاء المصرية على الخط وأيدت في بيان لها قرار وزارة الأوقاف مؤكدة أنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي ويقول البيان ومن يتهم المسلمين في فعلهم ذلك بالبدعة فهو الأولى بهذا الوصف لأنه تحجر واسع وتضيق على المسلمين وأمر جعل الشرع لهم فيه سعى حيث أن الإسلام حثا حثا مطلقا على الذكر والأمر المطلق يقتضي عموم الزمان والمكان والأشخاص والأحوال كما بينا ومنع المدهومة على الخير هو ضرب من ضروب الجهل والصد عن العمل الصالح أيضا مشاهدين وصف الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف المنادين بالمقاطعة أنهم لا يحبون الله ورسوله ولا أصحابه وذكر أن الرسول وفي حديث له قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها شكرا جزيلا لمشاهدين شكرا جزيلا لمشاهدين اشتركوا في القناة